سلام الفحلات سلام تولمون ان شاء الله تكونوا كاف خير ليمجدكم فيديو جديد نحن بقاء فحلات ينضموا معي على قناة الفحلة ان شاء الله المحتوى يكون نعجبكم دائما مع التحديات دائما مع الاقتصاد والتوفير دائما مع البنبلوني دائما نحاول نتقاسمه معكم ليمجدكم بقائمة تحدي اللي تقاسمته معكم لدنيا فاوب ديتو وقيمزا بيبدوها معي نشكركم بزاف ليهو تحدي ميتين الف مواد حرويات ومواد التنظيف هنا ندلكم جولة هكا في السيبيرات وجو حتشريت وممتون بدينا نبدو لليس اللي أحضرت هالكم هكا بيش تاخدوا افكار ولم يفهمش التحديث دي فهموا اكتر وقبل ما نبدو ما تنسوش بين سيوء الصلاة والسلام على رسول الله هنا بكو تحبط ان السيبيرات بابلواد يعني هدي السيبيرات بزاف هيلة جاية في طريقة عجروندو في الطلعة بزاف هيلة ويبيعو ليبخي بزاف هيلين اون بلوس لقيت عندهم العجرين تحسيم بخمسالاف دينات جزائر فقط يعني مام سباكيتي كان يدير ستالاف يعني ما كاش حاجة غالية على ستالاف يعني في السيبيرات في بيات الاخرين تلقاوا الاتمينة بلوشاق يعني هذه الحاجة اللي روماركيتها تلقاوا زعم السيم يحطوه 8000 تسعالاف هذه الحاجة ما فهمت هاش اسكوا قولوا انتم ما اسكوا في بيات عندكم نفس الشي ولا مدعم يعني السيم تلقاوه دايما مدعم بخمسين دينات جزائري نتمنى تحطوه لي في الكوانتر بسكنا نحب بزاف لباتة السيم يعني نفضلهم ستوا مع الجنوشيتو ويعجبوني مام ينوعوا فيهم ستوا هدوك لباكيت تحنبلو بالنسبة هنالتحدي كما اشتو كنت خطيت لكم الورقات التحدي تاع 100000 المواد تنضيف باش من خلط لكم شعني انا بخشان فوان نديروكم اذا حبيتو بيان سوحطوه لي في الكومنتر وهذه المرة هنديرو تحدي تحدي تعملو لمواد الحلويات نحن نبدوه مع بعض هنا في التحدي الواحد كنت اعطيتكم عدة تحديات الحاجة اللي رومي نحاول نتقاسمها معاكم انه اللي دي اللي درتها انا يعني كي شفت بلي عندي مواد حلويات في الدار يعني لقيت بلي عندي لبس بها حاولت التحدي اللي اللي يكون تحدي تاع كمية كبيرة حبي يقول نشري حاجات اللي شدو لمدة اطول بار اكزامل لا كرام شانتي اللي كنت شريتها بمية وخمسين الف ولا مية وخمسة وخمسين الف كل واحد كل واحد يحوي بها وقررت انك ندير معاها عربة تخميرة الحلويات للي في عشيميك لانا خيرتها نوارا ماي قالوا لي كان يعني تاع المرجان لبخشان فو بإذن الله نشريها لالتمن تحة اقل ماي انا كنت شريتها ديتها نوارا يعني تشد لي في هامية انباكي واتمن تحة كما كنت شوفو كان شغل خمسة وخمسين الف دينات جزائر يعني هنا يعني بمادتين يعني من الحلويات كنت اغلقت الميتين الف ديال يعني هاذي طريقة الاولى وللخطوة الاولى تحبو تستعملوها هنا نعطيكم طرق لانا استعملتها ولقيتها يعني نفعة وبيانديرها كبالمرة الاولى يعني تبدون مباشرة ميتين الف تصرفوها بلوح حاجات ويجيبوهم وبيا ديرو طريقة تانية ولا تحدي يا قامتنين لين ديراتو في عدة اشياء يعني باي اكزامب كيمانا كدرت شوكولاتة طالع خمسة و خمسين الف لي هي شوكولاتة تغتيني كوتشيريت اوبتيلة الزبدة تاسازمي كوتشيريت دو يعني هما اشتههم تلت عولب كوتشيريت زوج هكاك تحت لي تخون دو ميل يعني هاديك الزبدة منيحة كاين بزاف لي قالوا لي مشي منيحة انا جربت بيها الحلويات يعني صح كوتضفت لها الزيت بالك سيبوصها على خرجت لي منيحة يعني اضفت نص زبدة نص زيت بالك خرجت منيحة على جال هكا وكوتتاني كدرتها في يعني في الطمينة جيت بزاف بنينا درتها في المملحات ايضا اذا حبيتو حنتقاسم معاكم المرة قادمة فيديوهات يعليها كاكاو كوتشيريت الكاكاو هنا يا فاميل شوكولات دادا 33 ميل لما يزينا كوتشيت عشرينالف ازبيب عشرينالف ونوات كوكو عشرينالف هاد التحدي شوفوش قدر يجيب لي بالميتينالف وما ديبع سيتهاش يعني اي واحد يقدر يدير بعض الافكار هكا نحاولو ان نتقاسموها مع بعض كيمزاف الكومنتار لداني اوفو نشكركم بزاف على يعني انكم تقاسموا معايا افكاركم في الكومنتار كانوا حطولي بعض المشتركات اللي نشكرهم بالبزاف اه حطولي التحديات وششراو ديجا كاينو احدا اي بانجليت لالكومنتار تاحا حططلي اكزاكتمو وششريت بالميتينالف وشقدر تشري بيهو يعني هنا تفهموا بيدي هاد التحدي جد ناجح وقابدوينو تحوفي ونتمنى نتمنى نتمنى انكم تدعموني في القناة هكا باش يطلع التحدي هذا لأكتر اه يعني مشاهدين بإذن الله نحن نرحو هنا يعني هاد الطريقة كما يشتو كتشيت حاجات بزاف الكمية تكون اصغر ولكن شيت بزاف حاجات يعني بهذا الخير انتم التحدي تبدو به وبها تبدو بالكمية كبيرة ولا تبدو بالحاجات هادوما التحدي الثالث اللي هو كتشيت فيه شكري غلاس يعني دو باكيت تحولي 24 ميل السمن 75.000 كانوا يبيعوا 80.000 والعسل 50.000 الف لفلان 55.000 الباكيت الكبير يعني هادا كله باكيت الكبير هنا كانت تحدي 100.000 يعني كوتفتها ب50.000 بخمسة الاف بلوتو مبارك على بيها احبيت هنا يعني اعطيكم بعض الافكار هادو الحاجات كيمة السمن كيمة السوق كلاس كيمة العسل كمية كبيرة كما كنت شوفوا الفلان كمية كبيرة كنت ضربت هنا عسلين بحاجات المية تالف اللولة كنت شيت بها حاجات خفاف ومية تالف التانية كنت حاجات يعني تقالها كان باش يشدو لي مدة اطول كيمة الفلان باكيت كبير يشد لي مدة طويلة العسل الثاني تنستعملوه السمن يعني يشدلكم اطول مدة تقدروا هادا كله باكيت الفلان عندما كنتش حابين تشوف تقدروا تقسمو هادا 50.000 فتا الفلان الى كنزمين فاني كنزمين تاحو بيبات شوكولة هادوك لبيبي تشوكولة ومئتين دينار جزائي حلوة الترك هذا التحدي حيكون لمدة ستة اشهر على انديو ستة اشهر يعني حطمو بهذاك المبلغ طويلة مئتين الف كل مرة نقوم نشرو مواد ونصرفوه احنا نطمو حوالي مليون ومئتين الف تقدروا تحبون تطموه هادا تحوط شروه هادا ترجع لكم مئنا وش بخيف اشك موى نشي مئتين الف ونشوف وش نشي بها وشي خرج عليها في نفس الوقت انا ما نشي نخبي يعني هادوك المواد حننستغلهم بداخل ستة اشهر يعني انا مانيش نخبي زعم 6 شهر نخبي 5 شهر ناكل انا نشي نشي نقوم الاننستغلهم ولكن قدرتت هاán هذا التحدي هادتا ستة اشهر على ما نقولي له لان احنا يكون عندي كمية بعد 6 أشهر سيكون عندي كمية لبس بها قعدة 30ao حتكون عندي كمية لبس بها تلف وفاون ل pinky الزبدة تكون لدي كمية لبس بها بعد 6 اشهر لا نستعمل كمية العسل نستعمل هذا البياد نستعمل كمية لا يكون لدي ماء ولا بسيطة ونزيد عليها بتحدي اخر من هذا النهار نبدل التحدي نقصه فيه ولا نزيده فيه نحن حسابه وش قدرنا نوفره بالنسبة له هذه التحديات جد فعالة إذا قدرتون تبعوهم وتعطوني هكا افكار وش قادرين تشوب ١٠٠٠ أعطوني في كومنته افكار وش قادرين تشوب ١٠٠٠ حاجة تبارك انا نكونسيتهم لكي نكمل عمله كرني التاعي ونتقلس معكم على البروشن فو ان شاء الله وش قد نشري بهم نفس الشيما والتنظيف لكي فيديو القادم تشوفوا افكار جديدة بإذن الله تقلوا دائما متبعين هكا باش الحكم غير جديد بانسو غدا اعجبكم الفيديو للمحتوى لا تنسونيش بجام كومنتاق حلو كما انتوما اللي دائما دائما يفرحني هنا احبيت انقلكم بك حاجة اعرفوا مين تحوط شروعوا يعني مش يدراع تدلوا تحدي وتخرجوا لحانوة اللي قدام داركم وانتبدأ تشوفوا انه الحاجة الاولى ان نقول لكم عليها حسوا السيبيالات يكون عندها تنوع في منتوجات من جهة وتانيك الاطمية تكون باسطة سيبيالات هكذا الهبطة يعني جوان دو في ببلويد بزا بزا في هلا سكان العاصمة ما يعرفوها يعني بزا في هلا وفاشتع جميع عندهم مواد الحلويات يبيعون بكمية كبيرة يعني بيدون على شوكولات الكبار وتصغير نحن نريد بيدون على شوكولات كبيرة يعني كيلو لزج كيلو ونشي ثاني شوكولات تغطيني على زج كيلو ونبدأ في التحدي أن نبدأ نشري زبدة التوريق كي نبدأ نختم الأبات فيتير رمضان ثاني يعني هذا التحدي من جهة نضرب بيع صفرنا بحجر من جهة نوجد تحديات لبيت الخزين التاعي ونعمل العولة التاعي من جهة ومن جهة ثانية نعمل كارتونة رمضان اللي راح تكون يعني هدي المرة فيها امام الحاجات يعني الكماليات اللي بزبزح يعونوني حاجة ثانية هادو مواد الحلويات من تنسوش فيها النقطة أساسية اللي هم لي كيسات عفيست على المبالاج حاجة بزاف هكات الدكور اللي حي ساعدونا ان يكون عدنا يعني ماءنا لبس بها دايما حاولوا تحطوا النقاط هادو ما حاولوا كاغني وستيلوا خدوا أفكاركم حاجتين نقصينكم في البيت حاولوا انكم تديروهم دايما في الورقة لانها هادك الورقة راح تعطيكم لفونونتينكم تكملو تكوشيوهم يعني فغيمو حاولوا بزاف نعطيكم هدي النصيحة يعني اني انا اتبعها شخصيا دايما دايما نحاول اني نعتمد على الورقة وستيله حاولوا تكونوا من الاشخاص تجربوا يعني اي منتوج اذا شتوه في السوق حاولوا تشروه وتجربوا يعني انا دايما كنشوف يعني زبدة هكا ولا حتى اذا كانت شتها يعني بمبلاغ زهيد كما هدتها سازمين شريتها اه شفتها بالدوب بالخوف فيها شوية تحسوها لا تكسيخ تحشف فيها شغول حليب هكا يعني ما الكيسة حاولت اني نجرب بها طمينة حاولت اني نجرب بها بعض الوصفات هكا وكيشتها شغول ما عجبتنيش بزاف الحلويات يعني حاولت اني نستغلها يعني نوسيب بها طعام وندير فيها بها بشامية ندير بها كريمات ندير بها زاف حاجات يعني استغلتها على حساب اني مجرح حاجمة الترمة يعني دايما نحن كندهنوا لي بلاتانا بالباء ولا بلا مارجين يعني دايما نحتاجو اننا يعني نحتاجو زبدة بش ندهنو لي بلاتانا ولا باش نديرو لي كراتانتانا ونخدمو بشامل ولا يعني فيها نستعمل زبدة اللي مخصصة للحالويات نستعمل هذه وهكا نكون وفرت على روحي من جهة ومن جهة كنت استغلت يعني هدك المبلاغ الباسيط اللي كنت شريت به هادو الحاجات هده الطرق جت فعالة يعني دايما دايما كنت حاكمين في المطبخ تاعكم وكيف تتعاملوا مع نعمره و ندكسه في الدار و نخزنه و نقول لنا داين بيت خزين جسد باش نقول لنا داين بيت خزين واحنا ما نجنعفو نستخلوه ما نعفوش ناكلوه ما نعفوش نطيبو الحاجة الثانية حاولوا انكم تنوعو و تدخلو شي جوز شي يلوز حاجات كما هكيلو كم كميات بسيطة في التحدي ديالكم يعني هكا باش تكون عندكم من جهة تنوع ومن جهة تانيك ما يعني اللي الصحة تعهدوا الحاجات و اهميتهم في المطبخ تانا الهنا ان شاء الله الفيديو تالي يوم تكون عجبتكم المحتوى ان شاء الله يكون عجبكم حطوا لي في الكومنتر الهنا نقول لكم الحق لنهاية الفيديو ان شاء الله الفيديو تالي يوم نالت عجبكم و نقول لكم الهنا السلام و عليكم